شاعر بكر بن وائل في حرب البسوس وهو الجد الثاني لطرفة ابن العبد وسيد من سادات بكر بن وائل وجل أخباره تتصل بحرب قومه ضد تغلب وهي الحرب التي شارك فيها بشعره وسيفه معا كما أن شعره انطوى على إشارة إلى علاقة بكر بالغساسنة وعلى علاقة له ولأخيه عمر بن نعمان أحد ملوك الحيرة هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل كان لسعد كثير من الأبناء والأحفاد من نسله مشاهير عدة من بينهم المرقش الأكبر والمرقش الأصغر وعمر بن قميئة والشاعر الكبير طرفة بن العبد وحين قتل سعد بن مالك يوم قضة قال البكري تركنا حبيبا يوم أرجفت جمعه صريعا بأعلى واردات مجندلة حين تخلف الحارث بن عباد عن إحدى معارك حرب البسوس قال لسعد بن مالك أتراني ممن وضعته الحرب فقال لا ولكن لا مخبأ لعطر بعد عروس قال سعد بن مالك يحض الحارث بن عباد أبؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح إلا الفتى الصبار في الناجدات والفرس الوقاح يقول سعد بن مالك إن لجيما قد أبت كلها أن يرفدنا رجلا واحدا ويشكر أضحت على نأيها لم تسمع الآن لها حاسدا ولا بنوا ذهل وقد أصبحوا بها حلولا خلفا ماجدا ألقائد الخيل لأرض العدا والضاربين الكوكب الوافدا وقال ينهض قومه ويشجعهم لقتال التغليبيين في حرب البسوس لا قل لمن تزدريه الحروب تنح وخل لها دارها فإنا نخالك لا تستطيع مراس الحروب وإمرارها إنا سنكفيك ريب المنوني لدى الحرب يوما وأوطارها بفتيان حرب صدوق اللقى يقومون في الحرب إصغارها إذا هاجت الحرب هاجوا لها بحرب يخيب منزارها تعادى بهم مخطفات البطون يطيلون في الحرب تكرارها يقودونها من حبالاتهم ويصلون يوم الوغى نارها قتل سعيد بن مالك يوم قضة وهو اليوم الذي أكثر فيه المهلهل بن ربيعة من القتل حتى قاتل من القبائل التي لم تحالف بني شيبان ترجمة نانسي قنقر